في إجراء أقرب إلى أن يوصف بالمعجزة الطبية تمكن أطباء من إعادة رأس رضيع عمره 16 شهرا إلى عنقه بعد أن انقطع من الداخل جراء حاديث السيد وكان الطفل جاكسون تولار برفقة أمه وأخته ذات التسعة أعوام مسافرين على مدن سيارة العائلة حين وقع الاستضام بسيارة أخرى سرعتها 70 كم للساعة وبقى ما ذكره موقع Digital Journal وتسبب قوة الحادث الذي حصل في بريسبين عاصمة ولاية كوينزلاند في أستراليا بفصل رأس الطفل الرضيع عن عنقه قبل أن يتمكن الفريق الطبي من إعادة الرأس إلى مكانه خلال عملية استغرقت 6 ساعات وقال الفريق الطبي الجراح يوف أسكن شيخ جراحي العمود البقري كما يطلق عليه والرائد في حق هذه الجراحات الضقيقة وأعاد الجراح توصيل الرأس مستخدما أسلاكا وجزءا صغيرا من أحد أطلاع الطفل ووصف الجراح هذه الحادثة بأنها أسوأ جرح من نوعه شاهده في حياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر